بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي اللهم صلي على سيدنا محمد مفتاح كل خير على هذه الأمة ومفتاح كل بركة نحن إذا أقبلنا على رمضان لابد أن تمتلئ قلوبنا بأن رمضان نفحة ربانية أعطاها لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم لأن رمضان صامت أمم قبلنا بس عادت النبي صلى الله عليه وسلم ربنا خبأ له رمضان رمضان المليء بالنفحات المليء بالبركات ليس فقط ليلة القدر ولكن كل نفس من أنفاس ممكن الإنسان يتنفسه ممكن يكون فيه نفحة إن لله في أيام دهركم لا نفحات مش نفحة واحدة ولذلك كل نفس من أنفاسك في رمضان مليان بالنفحات اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرم بها الأمة لجل حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك إحنا هنا لازم نعرف إن أعرفنا بالله وأتقان لله حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرفنا بالله وأتقان لمولانا سبحانه وتعالى طب ده معنى إيه؟ إن إحنا إذا أردنا أن نقبل على الله لابد أن نكون مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده ربنا بيقول كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم والله وإحنا في رمضان ده قررنا إن إحنا نتبه حضرة النبي يعني إيه نتبه حضرة النبي نعيش معاه كأننا نشاهده كأننا في صحبتي نريد أن ننال شرف الصحبة يعني إيه نريد أن ننال شرف الصحبة نريد أن ننال شرف الصحبة بمعنى أن نبقى مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نبقى مع حضرة النبي ونعيش معاه ونعيش معاه سرته ليه سرته؟ لأن سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي هتقدر تساعدنا على ان احنا نربط ما بين الكتابين الكتاب المسطور وهو الوحي اللي فيه الكتاب والسنة والكتاب المنظور اللي هي الحياة السيرة جمعت ما بين الاثنين واحنا ما احواجنا ان احنا نعيش ده وعشان كده احنا محتاجين نكون مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال يبقى ايزا السيرة بتساعدنا عشان نجدد حياتنا ونجدد تفكيرنا وعشان كده هنقرأ السيرة مع بعض من هذا الباب باب ايه باب اتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معنا الذي ما كان الله ليأمرنا باتباعه وهو ليس معنا ولذلك هنعيش طور رمضان نعيش مع سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واحنا عصدين احنا ننتقل من السيرة الى السيرة مع حضرة النبي فنكتشف السر في حياة حضرة النبي عشان يحصل لنا اليسر فيحصل لنا السرور كل ده مع سيرة حضرة النبي بابيه وامي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف اول مشهد عن عيشه مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهد ممزوق مبين انتقالات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما فاخذته السيدة حليمة السعدية عشان يتربى عندها فإن لحصل فلما ذهب صلى الله عليه وسلم مع ستنا حليمة السعدية في بني سعد إن لحصل كانت السيدة حليمة السعدية تشاهد حاجة غريبة جدا جدا حلت الكثير من البركات على السيدة حليمة وعلى أهلها وعلى كل أفراد عائلتها لما أخذت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأرضاعه وبدأ الخير يقوم على ديار بني سعد كلها وفاضة البركات على أسد السيدة حليمة السعدية رضي الله عنه بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه ومن هذه البركات تكسير اللبن في سدي السيدة حليمة السعدية حتى شرب صلى الله عليه وسلم وشبع وشرب معه ابن سيدة ستنا حليمة اللي كان بيبكي من الجوع من قلة اللبن لدرجة أن بكاه ما كانش بينيم أبوه أمه السيدة حليمة من شدة صراخه من الجوع مش بس كده ده كسر اللبن كرامة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة السيدة حليمة السعدية اللي هي كمان اللي كانوا بيشكوا من هزالها لكن إلا حاصل كسر اللبن فيها وحتى قام زوج السيدة حليمة بحلبها بعد ذلك وشرب منها بعد ما كانت هزيلة ولا ترتقي إن حد يشرب من لبنها وارتوت قسرة السيدة حليمة السعدية يبقى أول مشهد مشهد البركة في بني سعد بركة من؟ بركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المشهد التاني هو مشهد مهم جدا جدا يتعلق بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشهد بيقول إيه؟ مشهد هجرة حضرة النبي يبقى حضرة النبي في الرضاع مبارك كمان حضرة النبي في الهجرة وهو مع سيدنا أبو بكر مر على خيمة الممعبد فلما مر على خيمة الممعبد وجد سد صحيحة جوزة لكن ما شاء الله عفية وشديدة الملاحظة وزيك هي التي وصفت حضرة النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وصف وصف دقيق وزيك من أفضل الأوصف اللي وصف بيها حضرة النبي كانت وصف السيدة أمي معبد إيه اللي حصل لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب طلب منها لبن ولحم لأنه هو يريد أن يكون لها وقود ليستمر في الرحل ما وجدش عندها لكن وجد عندها شتها فرسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على هذه الشاه فإيه اللي حصل فلما مسح على هذه الشاه إيه اللي حصل بدأت الشاه وأذن وطلب منها إنه يحلب على هذه الشاه فحلبها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وهي ما كانتش تحلبت من زمان من شدة هزالها فإيه اللي حصل فمسح صلى الله عليه وسلم بيده درعها وسمى الله ودعا لها في شاتها فتفاجأ فإنه حصل فدر اللبن فإنه حصل فحلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب وشرب أبو بكر وشرب كل من كانوا في الخيمة الشاهد من كده إيه الشاهد من كده إنه سيرت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي خلينا نبتدينا رمضان بهذا الكلام الشاهد إنه سيرة حضرة النبي بتعلمنا حاجة مهمة قوي إنه أي تنقل في الحياة مش هيكون غير بالبركة إحنا حياتنا حتى ما كانش هينفع تعيش فيها الإيمان والإسلام والإقبال على الله بغير بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ربنا من أجلها أعطانا رمضان رمضان ده اسمه جنة الشهور آه صحيح بعض الناس بيسموا رمضان يوسف الشهور لأنه رمضان في الأشهر كسيدنا يوسف مع إخواني لكن الحقيقة أنا شايف إن رمضان هو جنة الشهور لإنه مليان بالبركة ولإن فيه وسط وسر عجيب بيننا وبين الله وأهم سر لازم نشوفه إن رمضان ده من بركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وزيك حضرة النبي يقول أعطيت أمتي خمسا لم يعطون أحد قبلي فحضرة النبي بيتكلم على إنه كان سبب هذه البركة وزيك احنا نلاقي في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلا حصل كتب على الذين من قبلنا ولكن لم يعطى من قبلنا رمضان فهذه بركة حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم ولازم نعرف إن البركة ركن من أركان الحياة والإنسان لما بيخفل عن البركة وبتزال البركة من حياته حياته بتبقى هشة وتبقى فارغة لو أردت إن أنت تعرف يعني إيه البركة البركة معناها الزيادة والنماء بس البركة معناها الرزق الخفي لازم نعرف إن فيه نوعين من الرزق فيه رزق ظاهر وفيه رزق خفي البركة هي الرزق الخفيف للإنسان ولذلك الآله ما خفي كان أعظم والبركة تكون أعظم عندما تكون في الخفاء ولذلك لا يستطيع أن يحصل لإنسان البركة إلا إذا كان ممن صدق فيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لازم تعرف السر ولذلك من حرم رؤية البركة في الرزق حرم رؤية الوسع الذي أتى به الله الواسع في هذا الرزق وذلك حضرت النبي علمنا قال لنا إن الأصل في سد حاجات الإنسان والبركة فقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وعشان كده لازم نعرف إن ربنا زي ما أخفى أولياءه في عباده وأخفى ليلة القدر في العشر الأواخر وأخفى اسمه الأعظم في أسمائه كمان أخفى البركة في الرزق طب لا يعلمنا إيه يبقى أول خطوة نمشيها مع حضرة النبي خطوة تغير معنى الحياة عندنا يا سادة يا حزانة يا من تشتكون ضيق الرزق يا من تحزنون لكسرة الألام والأوجاع في حياتكم هل أتيتم مع حضرة النبي لنعيش معه في البركة البركة يا حنان الله عطف الله الذي لا يعطي إلا لعبد له بصيرة يرى أن الرزق واسع أليس الله بكاف عبده طب واحد يجي يقول لي بس أنا ما عنديش كفاية يبقى أنت لا ترى البركة يبقى إذا وجدت قلبك لم يستطع أن يرى الكفاية فاعلم أنك لم ترى البركة إذا رأيت البركة اتسعت عليك الحياة إحنا في رمضان بندعو الناس والناس بتشوف البركة البركة وهي بتفطر الصيمين البركة وهي بتطعم الطعام شوفوا البركة بقى في نفسكم ما ينفعش أن أنت تشوفوا البركة في خدمتكم للناس ولا ترور البركة في نفسكم انظروا إلى أن الله يبارك قلوبكم إن الله لا ينظر إلى سوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هموا بالبركة مليانة وأعظم وقت ممكن نحس بيه بالبركة هو رمضان لأن رمضان مليان بأنوار الله سبحانه وتعالى ومدد الله البركة مدد خفي بيعرفه أهل التسليم والرضى وأهل الإقبال على الله البركة رزق مفتوح بابه على السماء مفتوح بابه على الجنة لأن الجنة مباركة تعالوا نشوف إزاي نقدر نعيش البركة في حياتنا أول شيء رمضان جيه ومعه بركة رمضان جيه ومعه وسع تعالوا نبتدي نعيش بالبركة أول شيء محتاجين نحمد الله سبحانه وتعالى على ما عندنا من النعم عشان نبتدي نحس بالبركة شوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو بابه وأمه صلى الله عليه وسلم كان لا يوقد في بيته الشهر والشهرين لكن كانت عنده البركة فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما لأنه يحس بالبركة الشخص الذي يتصدق والذي يخدم والذي يعيش مع الناس عيشة الغني هو ذات اللي بيأخذ من كنز البركة خليك أول حاجة تحمد الله على نعمته الحاجة الثانية اخدم وتصدق ولو لم تجد أنت تصدق بمالك تصدق بوقتك تصدق بفكرك تصدق بكلمتك الحلوة سبت الناس حياتك مليانة بركة والبركة مش لازم تكون مال البركة ممكن تكون بركة في القلب اكتبوا على قلوبكم من كان عنده فضل ظهر خليك سند للناس لو كنت سند للناس أتحس بالبركة خلينا نسير مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيأخذ بإيد كل واحد شوف حضرة النبي لما خرج وربط الحجر على معدته حضرة النبي كان أبيته عند ربه ويطعمه ويسقيه بس حن عليهم ودعم الصحابة فالصحابة كانت رؤية حضرة النبي بتشبعه كذلك رؤية الإنسان اللي بيساند الناس بتشبع الناس وتخفف من عليهم خليك أنت الوجه المبتسم اللي جاي بالبشر اللي بيفرج الهموم ببركة نظر الملك العلام سبحانه وتعالى أول حاجة احمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمه التاني خليك وجهك بشوش وساند الناس الناس محتاجين مساندة عشان يحسوا بالبركة اللي ربنا سبحانه وتعالى أو دعا في حياته كمان عشان تبقى من أهل البركة الحقيقية وتحس بالنور في حياتك حاول تدير موردك لأنه كمان حضرة النبي علمنا أنه كان يتتبع الدباء وكان يتتبع الأكل والطعام لأنه كان يتتبع البركة كمان دير موردك عشان تحس بالبركة إحنا النهاردة كنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بركته ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك هذا المجلس ويبارك أيامنا ويبارك أيام رمضان كلها ببركة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة رجعنا لحضرتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي إحنا هنلتقي عليها كل يوم وعن كمان يكون عندنا بس مباشر عليها كمان وكمان هيكون عليها عدة أسئلة عشان نتواصل ونبقى على طول في تواصل وخاصة الرمضان بيحب التواصل وبيحب الوصال اللي كله بيجمعنا على مولانا سبحانه وتعالى وخاصة أنه إحنا في رمضان كل المساحات اللي بنعيشها مساحات مليانة بركة ومساحات مليانة زكر وإقبال على الله ومعنا أول سؤال السيدة مشريف والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باعتبار ان شهر رمضان ده شهر بركة باعتبار ان شهر رمضان ده شهر بركة حضرتك تكرمي عليا بس وحضرتك توطي التلفزيون التليفون لو تكرمت عليك. ما ايسي حاضر. حاضر يا دكتور. كل عقب حسيتك صيب. وحضرتك طيبة وخير وصحة. ويعود عليك الايام بخير وعلى اولادك يا رب ويبريك لك فيهو يا دكتور. اكتر حاجة يا حاجة ابو شريف بتشو فيها من مظاهر البركة في رمضان بتبقى ايه? اه الحمد لله يا دكتور اكتر حاجة بتشو فيها من مظاهر البركة في حياتنا ايه في رمضان. والله كل حاجة حلوة اوي اوي من عند ربنا والله. الله واكبر. والله كل حاجة جميلة. يزيد عليك الخير والبارك. الحمد لله. يزيد عليك الخير والبارك. اتفضلي سؤالك يا حاجة مشريف. اتفضلي. بص حضرتك انا دلوقتي صمت الاخر يوم الخميس كان اخر يوم في سعبات. طيب. فأنا واحدة قالت لي لأ ده حرام. وليه كده ومشا فقالت لها لأ انا متعودة بقول دي الاجهاراتون. بصمت يوم الخميس واللي ايه امر ايه. بس يوم الخميس ما كانتش يوم الشك. بل انت عمل دي ده صحيح ولا ومعلكيش اسم ومفيش اي حاجة وانت ان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يجعل لك الخير والبركة ان شاء الله. يا رب يا رب يا دكتور ربنا تسيحت قلبي رب. الله يبرك في حضرتك يا رب دايما مرتاحة وسعيدة ومتهنية ان شاء الله في خير والسلام ان شاء الله يا حاجة مشريفة. معنا الحاج محمد من اسكندرية. سلام عليكم حاج محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حق. كل سلام انت طيب. انا عندي سؤالين صغيرين اوية. طيب. السؤال الاولاني. انا ببرطر في رمضان بامري بطريب يعني بالادوية الكتيرة اللي قدام على حاجات دي كلها. هل ابزع الفلوس مرة واحدة ولا اه كل واحد كل يوم كل يوم ولا يعني ازاي طريق التوزيع الفاتية دي. حضرتك ما حضرتك الدكتورة ايه اللي حضرتك مش هتسم خالص. ما تسم عبدا. ايوة. طيب ما انا عايز ادعيلك طيب ما انا عايز ادعيلك ان رب هوس عليك ويكرمك ويجعل البركة ان شاء الله في عملك الصالح. مرة الله. وابشر ان ربنا سبع الله سيكتب لك السبب. العمر التاني. لا. ممكن تتخرج الفلوس كلها بتاعة الشهر كله. اه. وتخرجها كلها مرة واحدة. او ممكن تجيها الواحدة واحدة او حسب اللي قدام يعني ممكن محتاجك من مية خمسين. تمام تمام يا حاج. ايه السؤال التاني? السؤال التاني ربنا يديك الصحة يا رب. بنتي عادة في نعيشة لوحدها. مطلقة منذ عشرين سنة. طي. ابنها اللهم صلى الله عليه بيبقى في الجامعة دلوقتي وابوه يعني ايه? يعني شايد ايه شوية منه يعني. ربنا يبارك فيه ان شاء الله وربنا السؤال اللي بتزعباضها واللي انا بسعيدها بيها ما بتكفرهاش. طي. هل ممكن اديها من زكاة المال? واديها كمس المية? لا من زكاة المال ما تدهاش من زكاة المال. لكن. بقعد عيشة لوحدية حضرتك. طيب اسمعني طيب. اتفتت. احنا عندنا. الزكاة لا تصح على الاصول ولا على الفروع. مهما نزلوا. مهما نزلوا. والاصول مع ما علوا. ليه? الناس دولة لو افتقروا. هيبقى اولى الناس بيهم ومين? انا. فاذا كان هم فقراء فكأن يبدل الزكال نفسي. فيبقى الحل هو ايه? ان هما لو كانوا فيه مثلا. الاولاد مثلا في مدرسة. ومش قادرين ان هما يدفعوا فلوس فلوس المدرسة. فهنديهم من سهم فيه سبيل الله. ندفع لهم تكريف المدرسة. نفترض انه عليها دين ومش قادر تسدده. اه عن ادفع الدين من سهم الغارمين. لكن سهم الفقراء والمساكين مش هنقدر نديها منه. فايزا الزكاية مش هنعرف نديها للاصول والفروع. مش هنقدر نديها للاباء والاجداد. ولا الجد ولا الام ولا الجدات. ولا هنقدر نديها للابن وابن الابن ولا البنت وبنت. مش هنقدر نديه والده. فيبقى ايزا مش هنقدر نديها من الزكاية حاجة محمد. استاذة هيبة. ايوة سلام عليكم يا شيخنا كل سنة وانت طيب. وحددك طيب. اه انا كان عندي سؤال بنسبة الايام كانت علي من السنة اللي فاتت. اه ايام كانت ايام الفيريز فمفروض ان انا قصومها كانوا اربع سيام. انا قضيت منهم يومين. مم. كان قضي لي اربع سيام قلتها اصمهم في شعبان. وبعدين حصل لي مشكلة في معدتي. سلامك. دكتور كتب دي على ادوية معينة. ما قدرتش ومضادات حاوية ما قدرتش اصوم عشان كان لازم اخدها بشكل معين. مم. فما قضيتش الاربع سيام اللي علي. فهل اصر الايام اللي عليكي. قضي الايام اللي عليكي بعد رمضان. قضي الايام اللي عليكي بعد رمضان. وما عليكيش فيدي. قضي اي 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 عليكي بس الاربعة ايام اللي هما كانوا عليكي بتصومت اتنين وفضل الاربعة قضل الايام الاربعة بعد رمضان وان شاء الله ما عليكيش اي شيء. نعم. معانا ام محمد من اسكندرية. محمد. سيدة محمد سلام عليكم. عليكم السلام عليكم. يا الله ايه ايه الاخبار ايه اخبار في اسكندرية. ايه ايه اخباره دلوقتي. الحمد لله طويس. طوي تفضلي. وحذفت يا ربنا نخلي. طيب اعلم وسأنا تفضلي يا فندي. ام ماذا ارقتون عليكي. انا والدي مش بيعمل من الممطي كويس. تمام? ام. وعلى طول فيه خصوم دايما يعني. ام. وكمان معي اخت احنا اربع بنات. معي اخت من خواتي بابا مش بيعملها حلو. بيستخسر فيها كل حاجة. ام. واماما. اختك دي اللي واخدها صف ماما صح? نعم. اختك اللي بابا بيعملها وحش داية واخدها صف ماما صح? هي مش اه دا دايما. هي بس بتسوف اللي هي معاملت بابا اللي هو مش كويسة معيها عشان خاطر حتى لما بتيجي عندنا وكده. اما بيسلم عليه بيسلم عليه بطريقة وشة. ومش بي مش بيحب عيالها لان ذات عن اللي زوم وكده. طي. اه السؤال فين السؤال فين حضرتك? نعم. السؤال فين يا محمد? يعني انا عايزة عرف ماما دلوقتي بتديها حالات من ورا بابا. كده هي ماما بتاني حالة خلاص? هو بابا بيديها المصروف وهي تتصرف فيه زي ما هي عايزة? لا مش مصروف. وما اللي بيديها وما اللي هي. يعني مثلا بتديها خزين مثلا خزين من الخزين. يعني بابا بيجيب الخزين دوت للبيت. او. وهو شايف ان البيت يكفي ده. صح كده? ايو احنا عندنا الحمد اللي يعني اللي هو زي قدر. انا عارف. انا عارف. يعني بابا اللي بيجيبه ولا ماما اللي بتجيبه بالفلوس اللي بديها لبابا المصروف البيت. لا لا بابا اللي بيجيبه. اللي هو التموين عايزيا. كويس جدا. فبابا جايب الامر ده عشان يكفيكم وطالق مطرق التصرف لماما صح? او. ما بيجيش حاسبها بيقولها انتي عملت ايه ولا بديت ايه ولا اي حاجة. سايب الكلام ده الماما ايه اللي تتصرف فيه صح كده? لا لا مش بيقولها حاجة. خلاص. ايبا ليس عليها اسم باي شكل من الاشكال ان هي بتدي البنتها. لان هو الكلام ده هو مفوضها فيه. فاذا هو مفوضها فيه فهي تتصرف بما يصلح حال الاسرة. والاسرة دي فيها كمان الجزء الممتد. فده جائز ومفوش حاجة. استاذة سامية من الايوبية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عايزة اسألك على حضوطك بس هو بعيدا عن عن الحديث بتاع النهاردة. يلا تفضلي. انا عندي ابن ثمان سنين انبارح كان عطشان اوي والفجر كان بيقزن فسقيته بقق مية. سيتي بقق مية بعد الفجر. اه بس هو انا ضربته عشان ما يشرفش قاعد يا عايزة. انا بقى كنت انا كنت بستني بقى ان انت تقولي كده. ليه عملت كده? ايو. ما هو عشان اعوده على الصيام. هو مين قالك مين? طب خلاص. انت بتسأليني بقى هو صيام وصحيح ولا لا. اولا هو هو دلوقتي لغاية دلوقتي هو ما بلغش. فهو دلغاية دلوقتي مش مكلف. فهو دلوقتي بيتمرن على الصيام. مين قال لكم ان انتوا لما تمرنوا اولادكم تضربوهم عشان يتعودوا على الحاجة. حببوهم في الحاجة. عودوهم. التعود ملوش دعوة بالضرب. الدرب دوت بيخليه يكره العبادة. اه الناس بيقولوا والله احنا تعلمنا القرآن. شيخنا في الكتاب ضربنا. ولو ما كانتش ضربنا ما كناش تعلمنا القرآن. مش كل الناس عندهم المناعة النفسية اللي حالكم بتتكلموا عناها دي. احنا محتاجين اسريب اخرى نفكر فيها في تربيت اولادنا. طيب واعلموا اولادكم الصلاة لسبعين يضربوهم عليهم ابناء وعش. الحديث معناه ان احنا نحاول نحفزهم مش نجلدهم. كل ما يتعلق بالعنف لازم نتكلم عنه بانه دفع وتحفيز وليس جلد وازية واهانة. ابدا ليمكن العبادة ترتبط بالاهانة. فلذلك انت ما كانش مناسب ان انت ذربيه على ده. لان ده هيخلي بين وبين العبادة فيه فجوة كده وفيه علاء وفيه خوف. فما تعمليش كده. يبقى ايه اللي حاصل? هو دلوقتي عايز يصوم لنص النهار يصوم لنص النهار. لغاية ما يبقى فرض عليه ساعتا بقى ان كلمه. لكن احنا دلوقتي بنعوده. بنعوده يعني ايه? بنساعده. تجيبينه تحفيز. هو شيرب كده خلاص بقى. انت بقى امسك بقى لغاية بقى اخر النهار. بس المرة الجاية مش هنشرب بقى. مش هنشرب ليه? عشان ده بيربينا على ان احنا نقدر نتبط نفسنا ونبقى افضل. وربنا سبحانه تعالى بقى عايز الكلام ده عشان يكون شخصيتنا. فنبقى بعد كده نقدر نعمل الحاجات اللي انت بتحب تعملها. انت مش بتحب ان انت تطير. مش بتحب تعمل كذا لو كان طفل صغير. لو كان بقى عنده ثمان سنين. انت مش بتحب تبقى ناجح في الحياة. مش بتحب تبقى زي الناس اللي انت بتشايفهم ده. فانت لازم شخصيتك تتكون. ولازم شخصيتك تتبني. وعشان شخصيتك تتكون لازم يبقى عندك صبر. ورمضان انت شهر الصبر فاحنا عايزين نمسك نفسنا ونبقى قوية عشان ربنا سبحانه وتعالى يمدينى بالنور والبركة دي هو ده الكلام اللي احنا هنقوله لأولادنا مش هنضربهم عشان بعد كده يبقى عندهم فوبيا من فوبيا الصلاة اه احنا رصدين حاجة بعض الناس عندهم فوبيا من الصلاة وبعض الناس عندهم فوبيا من الصيام من سبب العنف اللي بيهو مارس بلاش كده لو سمحتوا معي يا استاذ بلال حاج بلال عليكم السلام عليكم حاج بلال انا مستمع حضرتك يبدو ان ان حضرتك بتكلم منها من مكان الشوكة بتاعتهم نشبه عليكم سماكاته حاج بلال اتفضل عليكم سماكاته حاج بلال اتفضل عليك فدية عليك فدية لغاية دلوقتي مقدرة بعشر جنيهات الفدية مقدرة بعشر جنيهات حاج بلال اذا يا سادة شوف ربنا سبحانه وتعالى بارك في الوقت وتكلمنا معاكم والله سبحانه وتعالى بس بمجرد ذكر البركة بس ربنا بارك في الوقت واحنا سعدنا باسئلتكم المباركة يا سادة انا اقول لكم حاجة البركة هي سر الحياة السعيدة اللي يعيش بالبركة ويعيش دايما حاسس بالبركة هيشوف مدد من الله سبحانه وتعالى من عالم ما لا عينه رأت ولا اذن سمعت ولا خطرة على قلب بشر والله البركة طعمها حلوة والحاجات لما انت تعيشها وتحس بالبركة بتبقى احلى الحياة بتنور وبتحلو وتبقى مليانة بالبهجة لما تعيشها وهي مليانة بالبركة عارف مين اللي بينزع البركة من حياتك نفسك الامارة بالسوق ما تسمعش كلامها واحنا في شهر رمضان وشهر رمضان شهر التخلية وشهر الامساك امسك عن سماعي نفسك الامارة بالسوق وهي بتقولك ان الحياة ديئة لا الحياة واسعة وفي حياة وفي رزق خفي اسم الرزق المبارك يا رب اجعل حياتنا كلها بركة واجعلنا دايما نزوق حلاوة انك الواسع وحشاك ان تعطينا رزقا ويكون ضيقا اللهم ان نسألك ان تجعلنا من اهل البركات ومن اهل النفحات ومن اهل الاسرار هذا شهرك الكريم الذي تتجلى به بالكرم على عبادك فاجعلنا محل نظرك بالكرم اللهم نظرة كرم تسعد قلوبنا وتشرح صدورنا وتغير احوالنا الى اخير حال وان تجعلنا مع خير الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحقق يا حبيبي ان قلبي يطير اذا ذكرتك في خيالي فكيف اذا رأيت بام رأسي جمال الحسن في احدى الليالي يا رب اجعلنا مع الوجه الكريم واجعلنا خلفه متبعين وعلى خطاء سائرين ودايما في ايديه ممسكين عشان يدخلنا على حضرتك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين